بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم في شرح الدرس الأول من الوحدة السالسة من كتاب التربية الإسلامية للصف الثامن الفصل الأول الدرس الذي بين أيدينا بعنوان الجرأة في الحق الجرأة في الحق ولكن أولاً إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضاً بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضاً إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحداً حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضاً ياري تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضاً أسفل الفيديو وبتمنى أنك تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ قوة يستمدها المؤمن من إيمانه بالله سبحانه وتعالى وهي من القيم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وهي من أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين حيث قال تعالى مخاطما رسوله الكريم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أما مفهوم الجرأة في الحق فهي الشجاعة والإقدام على قول الحق والعمل به من دون هيبة البشر فالمؤمن يقول ما يعتقد أنه الحق ولا يتنازل عن ذلك تحت الترهيب أو الترغيب فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه إذن الشجاعة هي الإقدام على قول الحق وأن يعمل به أيضا من دون هيبة البشر فالمؤمن دائما يقول ما يعتقد أنه الحق ولا يتنازل عن ذلك تحت الترهيب أو الترغيب أو أي ضغط آخر الجرأة في الحق الجرأة في الحق تعتبر دليلا على صدق إيمان الإنسان بربه فهي من أعظم أنواع الجهاد وأفضلها فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر والذي يقتل في سبيل الحق هو سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولا يصح أن يمتنع الإنسان عن قول كلمة الحق بسبب خوفه على الرزق أو الأجل فالأجل والرزق والنفع والضرر كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى إذن الجرأة في الحق تعبر عن صدق إيمان الإنسان بربه فهي تعتبر من أعظم أنواع الجهاد وأفضلها وأيضا لا يصح أن يمتنع الإنسان عن قول كلمة الحق بسبب خوفه من إنسان أو خوفه على رسطه أو خوفه على أجله فالأجل والرزق والنفع والضرر كله بيد الله سبحانه وتعالى ما هي الأثار السلبية لترك الجرأة في الحق في حياة الفرد والمجتمع واحد ضياح حقوق الناس منتشار الظلم في المجتمع نين تمادي كل من تسوي له نفسه الاعتداء على الآخرين تلاتة تعرض المجتمع الذي يسكت عن الباطل لإقاب الله سبحانه وتعالى لأن السكوت عن الباطل مع القدرة على رده إقرار به أربعة فقد الثقة بالنفس والشعور بالهوان والضعف إذن مع ترك الجرأة في الحق هناك أثار سلبية تعود على الفرد والمجتمع منها ضياح حقوق الناس وانتشار الظلم وأيضا تمادي كل من تسوي له نفسه بالاعتداء على الآخرين وتعرض المجتمع الذي يسكت عن الباطل لإقاب الله سبحانه وتعالى وأيضا فقد الثقة بالنفس والشعور بالهوان والضعف نماذج من الجرأة في قول الحق يوجد لدينا نموذجين من قول الحق هو إبراهيم عليه السلام وربعي بن عامر بهذه الصفة السامية استطاع إبراهيم عليه السلام مجابهة قومه المعادين فجادلهم وحاورهم بمعتقداتهم قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون حتى قالوا له قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين حينئذ صدع بالحق قال قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين إلى آخر ما هنالك من الحوار الذي تجلت به الجرأة بأروع مظهر من مظاهر القوة والعظمة إذن إبراهيم نبي الله سبحانه وتعالى كان له صفة سامية استطاع بها مجابهة قومه المعادين فجادلهم وحاورهم بمعتقداته حيث أنه قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأيضا توجد قصة جميلة لإبراهيم عليه السلام حيث قام بهدم الأصنام ووضع الأداد التي هدم بها الأصنام بيد كبيرهم فجاء قومه فسألوه من فعل ذلك قال لهم اسألوا كبيرهم فقالوا أتلعب معنا فبضعوه في النار فقال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أما القصة الثانية والنموذج الثاني على الجرأة في القول الحق هو ربعيب بن عامر قولة صحابي الجليل ربعيب بن عامر عندما دخل على رسل قائد جيش الفرس بعزة وجرأة في قول الحق فكان مما قاله عن سبب قدوم المسلمين إلى بلاد فارس نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جوري الأدياني إلى عدل الإسلام هنا يظهر الموقف جليل من ربعي بن عامر وهو صحابي جليل عندما دخل على رسل قائد جيش الفرس بعزة وجرأة من دون أي مهابة في قول الحق فكان مما قاله عن سبب قدوم المسلمين إلى بلاد الفرس وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الدرس ننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 93 السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي واحد سيد الشهداء هو ألف حمزة بن عبد المطلب با عكرمة بن أبي جهل جيم جعفر بن أبي طالب دال زيد بن ثابت الإجابة هي ألف حمزة بن عبد المطلب اتنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد هو ألف مجاهدة النفس با مجاهدة الأعداء جيم كلمة حق عند سلطان جائر دال العمل على الدعوة إلى الإسلام الإجابة هي جيم كلمة الحق عند سلطان جائر ثلاثة لا يمتنع المسلم عن قول الحق شرط أن ألف يعلمه با لا يلحق الضرر جيم أن يكون له به مصلحة دال لا يضر به الآخرين الإجابة هي أن يكون يعلمه ننتقل إلى السؤال الثاني أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي واحد الجرأة في الحق ضليل على صدق إيمان الإنسان بربه صح اثنين السكوت عن الباطل مع القدرة على تغييره لا يعد إقرارا به خطأ ثلاثة يتنازل المؤمن عن قول ما يتقده بسبب الترهيب أو الترغيب خطأ أربع الذي يقتل في سبيل كلمة الحق يطلق عليه سيد الشهداء صح السؤال الثالث أعرف مفهوم الجرأة في الحق الجرأة في الحق وتعني الشجاعة والإقدام على قول الحق والعمل به دون هيبات البشر السؤال الرابع أوضح أهمية الجرأة في الحق للجرأة أهمية كبيرة حيث أن بها ينتشر العدل في المجتمع الإسلامي وأيضا يتماسك المجتمع الإسلامي فيما بينه ويؤازر بعضه بعضا ويحافظ على حقوق الناس من صغيرها وكبيرها وأربع وأخيرا هو رضى الله سبحانه وتعالى على المجتمع كله السؤال الخامس أدلل من السنة النبوية على حكم الجرأة في الحق سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر السؤال السادس أعدت الآثار السلبية لترك الجرأة في الحق في حياة الفرد والمجتمع هناك آثار سلبية تترتب على ترك الجرأة في الحق في حياة الفرد والمجتمع وهي ضياء حقوق الناس وانتشار الظلم في المجتمع وتمالي كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين وأيضا تعرض المجتمع الذي يسكت على الباطل لعقاب الله سبحانه وتعالى لأن السكوت عن الباطل مع القدرة على رده هو إقرار به رابعا فاخد الثقة بالنفس والشعور بالهوان والضعف أيضا السؤال السابع أمثل بموقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم عن الجرأة في قول الحق المثال هو مثال ربعين ابن عامر حيث ذهب عند رستون قائد جيش الفرس بعزة وجرأة في قول الحق فكان مما قاله عن سبب قدوم المسلمين إلى بلاد فارس نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أيضا يوجد موقف للنبي إبراهيم عليه السلام حيث أنه اتصف بالصفة السامية واستطاع مجابهة قومه المعادين فجاد لهم وحاورهم بمعتقداتهم وأيضا هناك من الحوار الذي تجلت فيه الجرأة بأرواع مظهر من مظاهر القوة والعظمة وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس وقمنا بحل أسئلة التقويم صفحة 93 نلقاكم في شرح درس آخر إن شاء الله وإلى اللقاء أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة